ليلى فرج مساء الخير ليلى مساء النوج Human Rights Watch بتقول بالألفين وعشرة أنا عاملة أجنبية على الأقل تموت في الأسبوع لأسباب غير طبيعية منها الانتحار أو السقوط من طبقات عالية ليلى شو صار مع المستخدمة اللي معيك بتساعدك بالبيت أنا المستخدمة اللي عندي حاولت الهروب أكيد من آخر طابق اللي هو البيت اللي أنا قاعد فيه فحاولت تهرب بكير أي طابق 12-13 اعتبرت 13 لأنه أنا أخذ الطابقين والتنين لقلي فالصبح طلعت حتت الحبل على الدروبزين تاعة السطح ونزلت لتاحت فهي مش دغري أكيد نزلت حاولت الهروب عبر الحبل فلما نزلت الحبل من فوق لتاحت تخيلنا أنه الحبل وصل على الطابق الأول اللي هو التراس فهو كونه كتير عالي فتبين أنه وصل لتاحت فهو وصل أنجأ لطابق ما بين الرابع والخامس فنزلت عن الحبل وصلت ما بين الرابع والخامس ما عاش فيه مجال تكمل لتاحت لما ما فيه مجال أكيد بدت زدت حاله كيف يعني أي ساعة وكانت بدأ تهرب الصبح بتاعتبر الصبح بشي الساعة سبعة وربا سبعة ونصف ماكسم هذا الترم يعني نعم كيف أمنت هالحبل كله اللي من طابق ال13 على طابق الأول كيف أمنته الحبل كان موجود عندي أنا لأنه أنا كنت عم بعمل سياني للبيت قبل الألمين يوم ما بيطلع على 13 أو على 12 فالعمال طلعوا بهيدا الطريقة عن الحبل فالحبل لقلون وضل عنا ليش بدأ تهرب هيدا السبب اللي ما كنت أعرف أنه ليش بدأ تهرب أو كرمال شو أو عشان شو مثلا أوكي اليوم الوحدة بتهرب عندها سبب معين يمكن عم تنزلام يمكن عم تندرب يمكن أنه فيه أسباب معينة لتهرب حكما أكيد اليوم لما ما فيه سبب لتهرب ليش بدك تهرب أنا ما بدي أحكي عن نفسي اليوم أنا إذا بدي أحكي قدام العالم كله أنه هربيت ما عندي سبب أنه هربيت يمكن ما تدخل بالرأس بس أنا بقول أنه هربيت وما فيه سبب ليه لأنه أنا بعرف ليش كانت مثلا عم عاملة الطريقة اللي عم عاملة فيها كفرد من أفراد البيت إنسيني أنه ترك بلادها كرمال تشتغل عم تخدمني عم تخدم أولادي عم تقوم بعائلتي إنه أنا اليوم كل ما أنا عم عاملة بالمنح كل ما أنا بكسبها فأنا لأ أنا صار بالعكس أنا عملتها بالمنح ما كسبتها هي كم بدأت تهرب أو بدأت تنتحر لما بدأت تكب حالة من طابق ال13 لا أنا اللي قبل بيوم نهار الثلاثة هي توفت نهار الأربعة بثمينة ثمينة فأنا اللي نزلت على السوبر ماركت جابت غراد وأجت أنا عطول بتضل تحت في ترمي معين بتنزل بنتي لتحت تنزل لألعابة مثلا سكوتر أو أي شي الدويم يعني تحت منا مكيدي منا إنه مقفل لكن إذا بدأت تهرب ليه بدأت تهرب بهيك عملية انتحارية ما بتهرب إذا الباب مفتوح وبتحمل حالة وبتمشي الصحة متحكي مظبوط كان فيها تنزل بالأسنسير تنزل على الدراج تنزل بأي طرق من الطرق اللي فيها تهرب فيها ما كان الباب مقفل لا 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 الباب مفتوح عادي نحنا بقلب البيت عادي بس أنا مش عم بفهم شغلي إذا كانت معاملتك إلى ممتازة والباب كان مفتوح ليه بدأت تهرب أول شي وبهالطريقة اللي هي حكما انتحار لما عم بتنزل من طابق 13 اللي صار قبل بيوم قبل ما تموت بيوم نزلت قلت لك جبت لغراض وتلعت تروأنا عادي وقعدين عادي شوي إلا قعدت سألت أنا بك شي لش قعدتها منا كانت طبيعية أبدا سألتها إيش بك شي ليش قعدي قالت لي مدام أنا بقى ش بدأشتغل بكلمة أنا ما بقى بدأشتغل سألتها إنه ليه حدا زعاليك حدا حكاكي شي حقي أعرف إنه كلمة أنا ما بدأشتغل ليه عرفت كيف سألت السؤال ما فيه جواب عليه قلت لها أكي مثل ما بدك ما بدك تشتغلي عبكرا بوديكي على المكتب حددتها بالمكتب يعني مش تهديد أنا ما كانت طريق تهديد لأنه عارفتها إنه هيدا البنت مرتاحة جدا عندي حكيتها بطريقة عادية أوكي عريحتك يعني أنا عم باطيها مطلق الحرية مش إنه خنق لا مطلق الحرية أوكي ما بدك تشتغلي برجعك محل ما جبتك بدون أي مشكلة بدون أي شي فتيني يوم الصبح صارت هاي المشكلة كنصر لكم سنة عندك كنصر لكم سنة عندك أنا صر لها سنة نهاري الثانين أنا عملت له وريق جهزة العمل جدد له يعني حكما تلاتة لأربع توفي يعني حكما يعني لو ما بده ما بتروح معي على الأمن العام لجدد له يعني حكما مش هروب مش هروب لأنه إذا عم تقول الباب مفتوح وفيها تهروب يعني حكما بدت انتحر لما أنا واسقة بحالي أنه أنا ببيتي مثلا ما في شي يخليه أنه تهروب أو تنتحر أو تعمل أي سبب من هيدا الأسباب